الفضل حياك الله حاج وحيا الله سيد مياه وحيا الله الجميع حياك الله هذا ما فيش كانت أن أم المبنين آئشة الصديقة بنته الصديقة لآلما المجتهد رأت هذا الحديث ورأت ما فعلته أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقالت ما قالته ليست اعتراضا هذا الحديث وليست إنكارا لصدوره وإنما هي ما قالت هذا الشيء لأن فعلته أمام الرسول فظنت أن الحديث أو أن المرأة لا تخطأ الصلاة أنها لما كانت نائمة ومتجعة في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام وظنت أن القطأ للمرأة لا يقطع لأن كانت تعمل ذلك أمام الرسول فاشتعى اسم هذا لكن الحديث المسلم واضح يقطع الصلاة كذا وكذا وكذلك حديث ثاني في المسلم يقطع قولها قولها شبحتمون بالحمير والكلام ليس معناه المشابه في الكل وإنما المشابه في قطأ الصلاة لا في كل شيء خذ مثلا لو قلت لك يا حجوان أكل لحم الإبل ينقض الوضو لا خروج البول من السبيل ينقض الوضو هل يعتبر هذا تشبيه للأول والثاني يعني نقول أن أكل لحم الإبل ينقض الوضو خروج البول من السبيل ينقض الوضو هل هذا التشبيه تشبيه الأول بالثاني في ماذا في غير الحكم في غير الحكم من ذلك يعني أشياء كثيرة يعني لو ضربناها لكم ليس معنى التشبيه أنه في كل ولكن في جزء وعي أم المؤمنين لما سنكرت هذا الحكم وقالت ما قالت نحن نخرج قولها هذا أو نحمله على أمور منها أن أم المؤمنين وهي القريبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استبعدت أن يفكون ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وقولها شبهتمون يدل عليه لماذا إذ نسبت التشبيه إليه فكأنها خطأتهم نسبت التشبيه لمن إلى من رو الحديث إلى أبي هريرة وغير فهي خطأتهم في ذلك لحظة أوقف أبعاش أوقف أوقف لحظة هذه كلمة خطأتهم كلمة يعني مرنة ومخطط الآن شو يعني خطأتهم يعني هم جاءوا بالحقيقة ولا هم كذبوا ولا إيش هم ما أخطأوا فإذا خطأتهم يعني خطأت النبي لأن هم نقلوا الحقيقة مجرد نقلوا مثل ما سيد ميثم الآن ينقل عني أقول له سيد ميثم قل إنه البث ساع عشرة كذبوه لما كذبوا سيد ميثم سيد ميثم ما لا علاقة ناقل إذن كذبوني أنا أو طعنوا فيه فأبو هريرة لما نقل أو فلان لما نقل نقل عن النبي فتقول خطأتهم هم ما أخطأوا هم نقلوا فخطأت النبي تعني لا 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 حاشة أما أن تخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشة أن ترد حديث رسول الله رأيها وقولها أن هذا يعني هي قولها عدلتمون بالكلب والخما أم المؤمنين عائشة كما قال الحافظ بالحاجة الظاهر أن أم المؤمنين إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات لا المرور بخصوصها يعني هي فهمت هذا الفهم أيضا فهمت من حديثي هذا أن المرأة لا تقطع الصلاة وأنكرت التسوية بين المرأة والصمار والكلب في هذا الحكم فقالت ما قال الظنب منها أن هناك تعارض قال الحافظ العراقي في طرح التسريب والجواب إن أم المؤمنين لم تنكر ورود الحديث حاشا لم تنكره وأيضا لم تكن لتكذب أبا هريرة وأبا ذا وإنما ماذا أنكرت أم المؤمنين كذبته في غير هذه الرواية يا شيخ حتى قال قالها يا أمه إنما شغلتك المرأة والمكحلة قالت له ما كان النبي يسرد الحديث كسردكم قال إنما شغلتك المرأة والمكحلة هذا الحديث اللي ركبته على فاطمة زراء هو في عائشة تذكر هو هو رد عليها قلت له أنت مشى بالمرأة والمكحلة قالت له أنت ما كان النبي يسرد الحديث كسردكم قال أنا سردك وأبي هريرة مع احترامي لك متهم بالكذب الصحابة تهموا بالكذب في عدة روايات الصحابة تهموا بالكذب فيما قال صدقة كذبة صدقة كذبة هو يتحدث في حديث إنه لا يدخل المصح على 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 عارمي حجينة لا يدخل لا يدخل المصح على 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 المريض في حديث العدوى وفي حديث الطيرة كذبوه الصحابة قال إيه هذا في البخاري إنما سمحت من الفضل والفضل ميت قبل هذا الكلام بسنين لقاها فيه فيه رقبة الفضل فهذه السوال فبو هريرة فيه صحيح مسلم يتابعين يكذبون والصحابة يكذب يا أهل العراق وضرب جمحته أتحدثون عني أكذب على رسول الله هذا بوليوم في زمانهما يكذبون هاي روايتي صحيح مسلم يقول فضرب على جمحته أتحدثون أنني أكذب على رسول الله قولوا هريرة يمت بالكذب في زمن صحابة ولذلك لذلك حجين لذلك النبي ماذا فعله حتى يمكن يعرف كذبة حتى ناس صدقة لما لأسر ما لقيته أمنا أشهد لا إله إلا الله وعن عليك أريد أن تطيدور للأخ أبو عاش أكثر بس أبو عاش أبدا تسمح لي الشيخ إبراهيم صالة ساعة وعشر دقائق وعشر دقائق تفضل الشيخ إبراهيم آسف أنا تدري نسيت يشهد الله نسيت تفضل والله نسيت المسكين ساعة وعشر دقائق تفضل السلام عليكم من جديد عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته يقول الشيخ مثلا مستاذ مثلا السوير يقول أن هذا كذب واختبار وإن نعم نعم فنقول للسيد مثلا نسوي أن هذا الحديث موقوع وأن أم المؤمنين كانت على جهال بهذا وهذا منك تهد لم يكن في أحدا من الصحاب أنتم تصوقونك اسمع اجتهادها في ماذا اجتهادها في ماذا في ماذا اجتهادها نحظة سيدنا بس خليك كمل سيدنا الله يرضى عليك تفضل كمل نعم يعني غابل بقولك النار اسمع بقلي ساعة وشوي انت اسمع منك سألتك سؤال وما عدي مشكلة اجتهادها في ماذا اجتهادها في ماذا وهو عدودة لحما الضالت وأن هذا من اجتهدها فلم يقل أنت تتصوك على حد وعد في النايب منذ أمس واليوم أن أنا مسلم وأن الصحابة يقولون أن النساء مثل الكلب الأسود والحمام فهل قال أحداً من الصحابة بهذا فأتحدث أن تجلب لي مصاً قال به أحداً من السلف أن المرأة تعدي بالحمار أو الكلب الأسود الآن قرأت صاحب الشريعة الآن قرأت أكمل أكمل أنا أكمل أكثر اليوم أكمل 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 أكملوا ثانياً biggest تبطعوا صلاة المرء المسلم لكن بيك هذه السلام أخطره المرء والحمار والكلب الأسود لأن المرأة شيء والحمار شيء والكلب الأسود شيء ليس كلهم متساويين كما ترقب وهذا الحديث أخرى مسلم في صحيحة من حديث أبي الزيب ورواه مسلم أيضا من حديث أبي الغيب أما قول عائشة فهو من رأيها واختها بها قالت بئس ما شبهتموها بالحمير والكلب وذكرت أنها كانت تعطلت بين ذلك رسول الله وهو يصلي وهذا ليس أصلا بمرء لأن الاعتراض لا يسمى مرءا أي أنها كانت على جهالة بالحق وخفي عنها هذا فتصويقك حج وعد أن مسلم أو أن السلف يساويون المرأة بالكلاب وبالحمير هو قياس باطل لأن يا أستاذ إبراهيم يا أستاذ إبراهيم أستاذ إبراهيم أكمل 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 وحضرتك تغطي لا لا دقيقة دقيقة بس أريد منك أن تصاعد لا تقول جاهلات قل أخطأت خفي عليها الحكم لا تقول جاهلات يعني نتأدم مع الصحابة وخاص أم من عائشة فأجب رجالك تقولك أخطأت جانب على الصواب خفي عليها هذه الإبارات اللطيفة شكرا لك شكرا شكرا فلو صلى إنسانا إلى إنسان قد مجالس أو مطلع لم يضغوا ذلك وهذا معنى الصعادين النبي صلى الله عليه وسلم أي أنها كما قال الشيكة أخطأت في هذا لم تكن تعلم ولم تكذب ما جاء به الصحابة صحابة طيب يعني صحيح الآن عائشة أخطأت وأن الكلب الأسود يقطع الصلاة وأن المرأة تقطع الصلاة وأن الحمار يقطع الصلاة أنت تقبل أنا أعلم طيب أحمد بن حنبل ليش قال في قلبي منه شيء أحمد بن حنبل أكمل شيكا أكمل نص أحمد بن حنبل قال أنه الكلب يقطع لكن في الحمار والمرأة في قلبي منه شيء ليش قال هذا الكلام عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يصطره من الناس فأراض أحدا أن يكتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاطن إنما هو شيطان متفقا على صحة أذن الحديد أي وليش رفض المرأة والحمار نعم إذا عائشة أخطيت ليش أحمد بن حنبل يقول في نفسي منه شيء وهل أحمد بن حنبل بمعصوم ؟ يعني عائشة أخطيته الآن أحمد بن حنبل ماشي عائشة أخطيته الآن أحمد بن حنبل أيضا أخطى صح؟ يا شيء الإمام أحمد من كبار أئمة السلف ونقتضي به رضي الله ولكن السؤال عنه هو معصوم عندكم لا عندنا ما معصوم وعندكم ما معصوم أريدك تقول لي أنه الآن إذا أحمد بن حنب الأخطاء كعائشة أنا أسألك سؤال وأتحددك وقف وقف لحظة لحظة خليك الآن فيه نقطة مهمة جدا الآن أنت تقول عائشة أخطأت لأن الحديث صحيح حديث أبو هريرة صحيح حينما يقول أبو هريرة يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب هذا صحيح عائشة حينما اعترضت أخطأت أنا أقول لك لا بناء على مبنك ما أخطأت كذبت لماذا؟ لأنك إما الآن أن تصدق عائشة أو تصدق أبو هريرة لماذا؟ لأنها نقضت بروائع رسول الله ما قالت هذا اجتهادي حتى تقول أخطأت بابا أصحى هي ما قالت هذا اجتهادي قالت رأيتني وأنا برأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة يعني تقولهم يا أخوان هذا حديث أبو هريرة كذب ليش؟ لأن تقولهم رسول الله أنا هو يصلي وأنا في قبلته على السرير زين؟ مضطجعة مضطجعة هو يصلي إذن إما أن يكون أبو هريرة كذاب أو تكون عائشة كذابة لأنها ما اجتهدت بل حدثت عن رسول الله فعل رسول الله صلى الله عليه وآله سنة سنة عملية هي روات سنة عملية عن رسول الله لقوا الاجتهاد طيب شيخ إبراهيم عائشة عندما أخطأت هل السيد نوسم أكمل صراته؟ أكمل إيش؟ أكمل حديثه؟ أي أكمل حديثة تفضل يا شيخ الحاصل أن كلام عائشة رضي الله عنها لا يعرض السنة بل السنة مقدمة على رأي عائشة رضي الله عنها هي أيضا استدلت يا شيخ مو هي استدلت هي استدلت من السنة هي قالت من السنة أنا أسألك الآن يا شيخ الرحيم عرف لي ما هي السنة أنا أختصر قول النبي وفعله وتقريره عائشة روت فعل رسول الله فعله في صلاته يصلي وهي بينه وبين القبلة وما قطع صلاته طيب روت سنة الآن عندك سنتين متعارضتين المرأة تقطع الصلاة والمرأة لا تقطع الصلاة أبو هريرة روى سنة قولية عن النبي صلى الله عليه وآله وعائشة روت سنة عملية الآن أنت في باب التزاحم لازم تدخل في هذا الباب إذا تعارضت السنة القولية والسنة العملية ماذا تفعل؟ تجد لك مخرج أو تضرب الاثنين تسقطهما أو تكذب عائشة أو تكذب أبو هريرة ما عندك حل غير هذا شيخ إبراهيم شيخ إبراهيم إحنا كسنة الآن نأخذ أنه أبو هريرة قال لنا النبي قال كذا كذا وإحنا كسنة عائشة قالت النبي قال كذا وكذا واحد قال يقطع وواحد قال ما تقطع هذا هذا نبي يعني يوميا عائش حالة أو هؤلاء يكذبون على النبي لأن النبي مرة يقول لي تقطع ومرة يقول لي لا تقطع شو الشي يسوي أين واثنين بصفحة واحدة في صاحب مسلم كلا الحديثين في صفحة واحدة واحد يقول تقطع والثاني يقول ما تقطع شو نسوي إحنا اثنين تسنة شلون فراك انت والشيخ ميسم تفضل يعني يستطيع ضد الآن تفضل يا شيء قلت لك الحاصل أن كلام عائشة رضي الله عنها لا يعرض السنة بل السنة مقدمة على رأي عائشة وعلى غير رأي عائشة يا أخي عائشة ما قالت من نفسها يا ابن الحلال لا تقول عائشة نقلت السنة هي بيت النبي تقول أنه النبي كان يصلي وأنا موجودة وما أقضى على الصلاة الله أبدا عنك أهل أكمل حديثي أهل أكمل حديثي فضل وتعلق فضل قلت لك أن السنة أعطي رائعي أعطي رائعي وأصلا قاعدة معلومة عند أئمة الأصول ومصطلع الحكس والله سبحانه وتعالى أقول فإن تنازعتم في شيء أربوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله ومحاصل أشيء أن الطعاش لم يقل مرورا أنه هو ثبوتا أي الآن الآن نسمعك أبوكريم مااسف يا أخونا شيخ إبراهيم هاي شنون بالوى يا أخوان يا ناس عندي سؤال عندي سؤال إليه يبيني القضية يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ شيخ إبراهيم شيخ إبراهيم هل قلات رسول الله كانت تنقطع عندما كانت عائشة معترضة كالجنازتي هل صلاة الرسول كانت تنقطع لم تكن تنقطع وهاي عائشة كانت في قبلة كالجنازتي أنا قلت لها قلت تنقطع وهاي مل هي موجودة المرأة أمامها في النص بالنص بالقبلة كيف ما تنقطع مو أنت تقول حديث صحيح سنت هل أرد إيه نعم رد هل قالت تقطع صلاة رسول الله لأن هي كانت هي كانت في القبلة هل أرد أن تقطعون تفضل أولا قلت لك أن المرور والحديث واضح وصريح أن مرور المرأة أي البالجة هو ما يقطع الصلاة أما اتباع عائشة على السريق فهو لم يكن مرورا أي أنها لطمو لم تمر لم تجيء ولم تهو فكيف يقطع الصلاة إن لم يكن مرورا يعني إذا أنا صلي إذا أنا صلي وكوحدة متمددة بينه وبين القبلة ما تقطع الصلاة ليه شيء ما مر ليه ما مر هاي من نايم وهذا دين الأولى الحديث الحديث يا شيخ أبراهيم يا شيخ أبراهيم هذا ليس لك فيه مخرج الحديث ليس فيه مرور ليس فيه مرور الحديث يقول قال رسول الله الله عليه وآله اسمع يا شيخ اسمع الحديث اسمع يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب المرأة والحمار والكلب ما قال مرور المرأة والحمار والكلب لا قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب يعني إذا أنت صلي وقبلت مرأة صلاة سيد ميثم سيد ميثم يعني إذا أنا الآن أصلي واجه حمار ووقف الحمار بعد هو حمار. اجه وقف لكن ما مار وقف ما يبتع الصلاة. ليس نواقف? الا يمشي. الا الحمار. ها دي لازم تصلي. في هاي الحالة تخلي تركي في لائت. للمصلين. اه واح ما ليكون المرور من الانتداج بالقبلة. المرأة قدامك بالقبلة وتتصلي. هاي شي اللي عقليها. لا حول الله تعالى الله. هذي جل الله والله بلوه مضطره أتكلم بهذا أبو عاج وعد أسأل أبو عائشة لي ما هذا الحمار لأنه أجاب على السؤال قبل يومين أسأله مرة ثانية لا الحمار لأنهم يقولون لأنه من أبلد الحيوانات بلي لا لا قال لأنه نهيقه يرى الشيطان هذا أبو عائشة قبل يومين وحديث أبو هراء موجود يقول إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانه يا علماء علماء يقولون لأنه بليد حيوان بليد هذا أبو عائشة ما أدري هذا أبو عائشة ما تصفو لكم على رأي إخواني أنتم شفيكم واحد يقول يخطى بلع عليكم يا أخوان الشغلة الشيخ إبراهيم حفظه الله تبارك تعالى والآن نقدم الأخوة أخواني يقول قول عائشة أخطى يا عائشة ما أخطيت يا ناس عائشة تقول أنا زوجي النبي زوجها تقول كان يصلي وأنا موجودة هي تنقل السنة يا حد وقت أين شيخنا شيخنا بس أنصفوا لا حد طلعت طلعت عائشة عند السوهابية كل شي ما تفتهم لأنه ما فهمت إن النبي يقصد المرور وليس التوقف أو الاقتجاعة طلعت ما تفتهم مع الأسس حدوث سيدينكم الحميراء طلعت عائشة عند الوهابية كل شي ما تفتهم قضل أبو عائشة أبو عائشة بالله عليك تقبل يقولون أن عائشة جهلة وأنه ما نقلت السنة يعني الله وكيلك الحديث شوف أبو عائشة تدري أنا ليش مقهور أبو عائشة وعندنا بالعراق يقول صاير دم والله والله أنا أنا دع الله أكمل بس أريد أقول لك أنا ليش مقهور أريد أقول لك شنو اللي قاهرني أخواني اللي قاهرني إنه حديث حديث تحت حديث هذا حديث أنه حميره معرف إيش والكلاب وهذا اللي اللي تحته بالضبط هذا هو أنه العاشقات ما يقطع الصلاة طيب أدي بصفحة وحدة واحد صدق وواحد شذب يا ناس أنا إذا فهم هذه سنة وهذه السنة هذه نقلة الصحابة أي نقلة زوجة النبي من الصح ومن الخطأ فضل أبو عاشق أولاً أبو هريرة عافظة الإسلام ما علمنا أنه أخطأ في حديث كما قال الإمام الذهبي يقول أبو هريرة إليه المنتهى في حفظ ما سمع من الرسول وأدائه بحروفه فقد كان وثيق الحفظ ما علمنا أنه أخطأ في حديث والطعن في أبي هريرة طعن في السنة الصحية في المقام الأول ثم طعن في رسول الله ثم طعن في الإسلام هذا خطر عظيم لمن فعل ذلك أما قضية من قال أن عائشة أم المخدر أخطأت فقد جانب الصواب وعليه أن يراجعنا والله ما أخطأت والله ما جهلت والله ثم والله إن هذا لحق في قولها ورأيها وما ذهبت إليه يا إخواني في قضية اسمها قضية الجمع بين الأحاديث وهذا الذي ينبغي للاهتطال بالعلم أن يتنبه له أولا نقول لا تعارض البتة بين حديث يبقى الصلاة المرأة والخمار والكل وبين كل من حديث أم من عائشة ومعمونة وابن عباس لإمكان الجمع بينها نأتي ونخطأ أم المنين بأي حق تخطي نخطي مين بأي حق نخطأ أم المنين أي لازم نخطأ واحد لأن حديث يقول لا 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 ما نخطأ منهم أحد يلا واحد وقلهم على صور وقلهم صحيح يقول لهم نقلوا ما رأيهم رسول الله قدر مواحد يقول يقطع فنقلوه بالتمام والكمال وبالأمان الأنبي إيابة مواحد يقول يقطع وواحد يقول ما يقطع شلون إحنا نقطع أو ما نقطع نجمع نجمع هنا الجمع شلون نجمع هنا الجمع إمكانية الجمع بيننا الأحاديث شلون بلا أجمعنا إمكانية الجمع الحاديث أجمعنا الآن مار مار تشلب مار كلب أسود ووقف ولا تحرك شل نسوي له نقطع لو ما نقطع اسمع مني أنا أقول لك حديث أبو هريرة يقطع الصلاة صحيح حديث أم المؤمنين أيضا صحيح نأتي لنجمع بينها أنا لا أحب أحد يقول أنها أخطأت ما يستطيع يخطيها أحد ما يستطيع يا أمة الإسلام يا شيخ أبو عائش الله يرحم والديك جاوبني الآن إجي أجلك الله كلب يقول لك ما أقدر يقول لك ما أقدر لا تقول لي عائشة أخطأت ما يقدر ما يتحمل لا مريد سيد الآن إجي كلب وقف الآن شل نسوي نقطع ولا نمشي السير شل نسوي أنا سأكمل سأكمل ما سأبيل لك أنها لم تخطئ وهي على صواد أم المؤمنين على صواد أبو هريرة على صواد فلا نقول وأبو ذر أيضا على صواد فهي لا تخطأ أحد ولا تكذب أحد وكذلك لا يجرأ أحد أن يقول أنها أخطأت أو جانبها لا ما يستطيعها لأنها عندها دليل مستند من رسول الله صلى الله وإقرار الأمر الأول نقول أنه لا تعارض البتح بين الحديثين ثانيا ثانيا إمكان الجمع بين الدليلين أولا من إهمال حديما فالقول بأن حديث يبتع الصلاة المرأة والحمرة يخالف الحديث صغير ويتعارض بها قول باطل قول باطل ترده الأدلة الصحيحة يقول ابن القيم ومعارض هذه لحادث قسماء صحيح غير صريح وصريح غير صحيح فلا يترك العمل بها لمعارض وشأنه أما الأحاديث الصحيحة غير الصريحة فهي ثلاثة حديث حديث عائشة أم المؤمنين فقد روي عنها قالت كان النبي وقمني صلاته وأنا معترض هو بين قبلت بعد إذنك بعد إذنك شيخ عبد العزيز يعني أنت تقول كل الحادثة هسوان التي أشارت إلى القطع وإلى عدم القطع نعم نعم لحظة خليش بخليش شيخ أبو سلطان شنو رأي تفضلت شيخ أبو سلطان تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيا الله سماحة الشيخ حياك الله تفضل السلام عليكم وعلا